اخطتمت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الكويتي اليرموك 2 والذي استمر لعدة ايام بدولة الكويت بمشاركة عناصر القوات الجوية لكل من مصر والكويت اجتمل التدريب على تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية وكذا اعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية اظهرت مدى قدرة العناصر المقاتلة لكل البلدين على اتخاذ اوضاعها بدقة وسرعة عالية والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك الجوية والتعامل مع الاهداف المعادية بكفاءة عالية وتنفيذ عدة تمرين بمشاركة طائرات F-16 المصرية وطائرات F-18 الكويتية وتكوين تشكيلات جوية مشتركة تعكس مدى التناغم والقوة في الاداء بين القوات المشاركة في التدريب وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة بما يساهم في تحقيق اقصى استفادة ممكنة من التدريب وصقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وادارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة بما يساهم في تحقيق امن واستقرار منطقة الشرق الاوسط ترجمة نانسي قنقر